رحبت دولة الإمارات مجلس الأمن بالهدنة التي تم الأعلان عنها مؤخراً والتي تمتد لأربعة أيام بما يشمل وإطلاق صراح بعض المحتجزين وعبرت معالي لانا زاكي ناسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عن آمال صادقة بإمكانية تمديد الهدنة للسماح بتقديم الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة ولذلك فإننا نرحب بالإعلان اليوم عن الإفراج المتفق علينا 50 إمرأة وطفلاً الذين تحتجزهم حماس في غزة والنساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل فضلاً عن السماح بدخول بعض المساعدات الإضافية إلى غزة ونشكر جهود الوساطة الحثيثة التي بذلتها قطر ومصر والولايات المتحدة باعتبارها بارقة أمل طيبة فيما وصف بأنه أحلك أيام الشعب الفلسطيني ونأمل أن يتم تمديد الهدنة المعلنة لمدة أربعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والتي من شأنها إنقاذ حياتهم فضلاً على العودة الآمنة للرهائن المتبقيين هناك ترجمة نانسي قنقر